على غير العادة تشهد مدارس مدينة مارب اقبالا كثيفا على التعليم وازدحاما غير مسبوق يحشر الطلاب هنا في فصول دراسية بطريقة لا تتفق مع المعايير التربوية حيث تكل فيها خيارات التعلم والفائدة وقتا عدم في الغالب مدرستا بلقيس ومحمد هائل اكثر المدارس حظا من هذا الازدحام كونهما وسط المدينة ناهيك عن انهما اكبر مدرستين من حيث الطاقة الاستيعابية سبب كثرة الطالبات والازدحام في الفصول الدراسية ادى الى قصور في الفهم وايضا قصور في الاستيعاب ازدحام كثير وايضا ضغط على الفصول بعد ان كانت ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس اكبر الظواهر التي تهدد التعليم في مارب باتت مشكلة الازدحام وانعدام الكتب الدراسية وكلة الكادر التدريسي الظاهرة الجديدة التي تؤرق الكائمين على العملية التعليمية هنا فالتدفق النازحين على المحافظة وراء حالة الازدحام هذه التي تعاني منها كل المدارس مشكلة قضية مقرقة للجميع من طلبة ومعنيين طبعا الطاقة الاستيعابة للمدرسة هي من 700 الى 1000 طالبة لكن في هذا العام الطالبة تزاد عددهين الى حدود 2100 طالبة بعض الطالبة تقل سليب الارض يعني ايش اربع طالبات على مقعد واحد والثاني تقل سليب الارض واحدة واقفة هذا هو الحاجة يقوم مشهو تمام للتدريس عام دراسي مختلف تماما عما قبله بدت فيه المدارس غير قادرة على تحمل تبعات واعباء هذا الوضع الجديد وانعكاساته السلبية على العملية التعليمية بشكل عام مما يستدعي التفكير بوضع حلول مناسبة وانية لهذه القضية التي تواجهها المدارس في مدينة مارب اذا هي قصة معاناة يعيشها طلاب مدينة مارب لا تزال تراوح مكانها لاكثر من عام ويبدو انها اخذة في الاستمرار لشهور طويلة ما لم تتدخل السلطات بشكل رسمي خليل الطويل قناة بالقيس مارب